يروع على الجون عايز يجيب جون فهو بيجيب جون طب قص الجون بتاع بارح يعني بدلا خد بالك اولاك الحاجة اوال اي حد بتاعه هيبقى في الناحية التانية لكن هو لما حرس المرمى دي رؤية معنا اللي هو شاف قبل ما يسدد خلاص خد خبرات خد بالك يعني خد خبرات وخد ثقة وخد دوق رغم ان فيه واحدة انفراد كان نفس انه هي لكن برضو ايه طبيعا ان انت ممكن تضيع لكن محمد صلاح تحس ان هو في اي وقت له خطورة هو تحس انه مهم جدا في ليفربول لو تشال من ليفربول تحس ان الدنيا برضو فيها حاجة اه مش مزبوطة او مش بنفس القوة خصوصا في الشكل الهجومي والسرعات اللي يقرى وبيستغل سرعته ومشاء الله خد بالك يعني انت بتتكلم في خطة بتتعامل على محمد صلاح ولا ده مش صح لا بتتعامل وبتنجحه فطالما بينجح بالطريقة دي فبيشتغل طيب طالما اقول يا محمد صلاح السؤال متداول من البعض انا بقى السؤال مش عايز اقول بقى عدق نجاح والكلام ده واتخليني حط السؤال في سياقه ليك كنجم كبيرة محمد صلاح النهاردة الناس بتقولك مع ليفربول مستويات معينة وبيقدم مستويات كبيرة وهدف الدوري صناعة اكتر واحد بياه صناعة الاهداف مية وخمسين هدف مع ليفربول في اربع سنين عدد كبير ده ومع منتخب مصر مفيش نفس الاهداف ونفس اله هو محمد صلاح في ليفربول ما بلعبش لوحده صح؟ طريق او تاكتك واسلوب لعب متغير تماما عن الطريق او تاكتك اللي انت بتشتغل به هنا محمد صلاح او اللعيبة كلها فيه لينك معروف كرة بتعمل فين انت فاهم التحرك ازاي الشغل ازاي فطبيعي انت بتشتغل على هذا الاساس ممكن يكون هنا في منتخب مصر مش بنفس الاسلوب اللي بيلعب به هناك فبيختلف هنا الاداء فده طبيعي مش هتلاقيه هو وخد بالك برضو محمد صلاح لما بيلعب في المنتخب بيبقى عليه ركابة غير بيفضي الناس تانية غير في ليفربول يعني برضو مع احترام انت عارف ان الكرة برا مفيش حد ممكن يتمسك مان انت شفت حد بتمسك مان برا لا انت ممكن هنا في منتخب مصر محمد صلاح يحط عليه واحد انا عايز اقولك على حاجة حتى في طريقة اللعب ليفربول لما تتفرج مش لازم صنع الالعاب هو اللي يحط الكرة في مساحة فاضية ده الديفندر بيمسك في مساحة فاضية نحية صلاحه وبيحطها طبعا هو مغمض ما انا بقولك هو سيستم لعب هو حفظين اللعب هنا معلش الاسف لا سيستم اللعب بيتغير ممكن يكون مش محفوظ ممكن مفيش لينك بينه وبين اللعيبة التانية فخد بالك انت يعني الكرة دي ايه بالنظر انت ممكن تفهم انا اتحرك ازاي في حاجات ممكن يعملها تلاقي الناس ما تتحركتش في حاجات هو ممكن يتحرك ما تتلعبش التوقيت ذات نفسه مهم هو في ليفربول لا التوقيت مع اللعب تحس ان هما الاثنين متنسقين فانت بيشتغل على هذا الاساس فبيجيلك كرة فبيجيلك واحد هنا لا وبعدين يعني ممكن سنة شوية ان هو برضو ايه يعني بيقلق برضو من حتة الاصابة خلينا يعني بس بنسبة بسيطة يعني عشان برضو ما شككش في حاجة لك ممكن يكون بنسبة بسيطة شكرا لكم اشتركوا في القناة